بسم الله بديت وعلان بيس الليت وليكم يا البنات هاد الفالنويت يا مولاة النية والقلب الكبير يكل عقدة وليها تدبير الصبري الصبري وخليها للمولا القادير تتسجم لك ان شاء الله الايام ويبشرك ربي بالخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة مرحب بكم كامل نقول لكم السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم نورتوا القناة اليوم ما راهو نهارت عشموسي وتانيت فيه الريح راهو الحل شباب ما شاء الله طليت لكم هاد الطلال عزيزة عجمعك تشاوة للأخوات بزاف بزاف يحبوا هاد الطلال ويقولولين فرحوك ينشوفوه اطلال معجمعك تشاوة وهناي يا خياتي حبيت نشارككم هاد الأشواق تعصونا شي اللي راكو تشوفو فيه أنا هنا حبيت نرحي كميات على الكوكو إكس بخي للأشواء المليح ولا روبو ته على اللوز المليح دايما انفي قولو هكذا يا في الكوكو ببس كل الكوكو يتلق الكميات على الزيوت باغر بوغ لللوز شوفوا هنا كيفاش يرحيله خله لكامل هكذا يا مرمل وساشي يتلاسق يعني اتقدروا ترحيو به اللوز تعكل للكوكوي كونر طب تقدروا تخلو هكذا شو يمدشش على حسب الاستعمال اللي ركو حابين تديرو. كما قلت الخياتي الشكل تاعه بزف بزف مميز. والاستعمال تاعه سهل وبسيط. هاد الاشواء خياتي را هم توفر آآ فضال بهجة بسعر بزف بزف ممتاز. راه يدير خمسمية وستين الفضال بهجة دائما معروفة بالاسعار اللي جاية هكذا يا في متناول الجميع. آآ يعني دائما تدرس الاسعار باش هكذا يكل واحد بإذن الله يقدر يشري المنتوج اللي راهوا عاجبه. شوفوا خياتي هنا يا هاوليك الاشوار راهوا قدامكم. فيه لغاغونتي. آآ شكل تاعه بزف بزف مميز يعني وبيض. تقدروا تحطوه آآ مهما كان ديكور تاعكم في الكوزينة تقدروا تديروه بكل سهولة. شوفوا كيفاش ينحل ولا يتغلق. حتى هنا الكمية اللي نرحيوها تعلوز ما رحيش هديك الكمية صغيرة. يعني هو صح آآ اشوار تعلوز. ولكن تقدروا ترحو فيه كمية لبس عليها. عنده هاد القفلاهية اللي انشعلوا آآ منها وانطفيو. هاي لك لغاغونتي خياتي كي ما قلت لكم. تطلبوه مني مغو تليفون تعدال البهجة اللي راهوا خارج لكم على الشاشة. واللا تاني تنخلي لكم صفحة على الانستغرام والفيسبوك تعدال البهجة في صندوق الوصف. حكذا تطلبو المنتج. وبإذن الله يوصل لكم لغاية باب المنزل. عندي هنا يا هدايا آآ باطرغ افيك بول ولا تقدروا تقولوه بيت خان صغير. يعني صراحة عد الباطرغ افيك بول من اروع ما يكون شوفوا خياتي. الشكل تاعو مميز. اللون تاعو بزاف بزاف شباب. ديزاين تاعو هايل. والخدمة تاعو هذا اهم شيء. الخدمة تاعو ممتازة. هدا انا ختمت بها تشيزكيك. تعالو تسلي درتو في الفيديو اللي فات وشفتو الخدمة تاعو كيفاش كانت. صراحة ممتازة. البول ديالو هدا من نوع اللي يعني يدور. مش يتحطي البول ويقعد لاسق في بلاسة ولا يقعد شد بلاستو. احنا كنكونو نخلطو سواء كيك ولا اي حاجة نديرو لداخل هداك البول راهو رايح يتحرك. وكي تحرك لنا البول حاجة بين العجينة بتاعنا ولا هداك الميلانج ديانا حيتخلط مليح مليح. صراحة خياتي انا هاد الباتوغ افيك بول يعني انا كسبتو من مدة طويل عندي بزاف وحد العامين اللي كان عندي ملي باتوغ اللي بزاف بزاف هايلين ملي باتوغ اللي تستعملوه يعني على الدوام مش هديك الحاجة اللي تستعملوها وشغل كما نقولو اه تروح دراهم هدا يروحو خسارة حتى كي نكونو نخلطو بخياتي مراهو ش رايح كامل يتحرك حيقعد شد بلاستو للخدمة به ممتازة هاي لكي هانا شانتي اللي طلعتها في الفيديو اللي فاتح بيت اكس بخي نولي لكم كيفاش القوام بتاع شانتي كيفاش طلح حالي خياتي هاد الباتوغ بالبول ايدير تسعمية وربعين الف متوفر في دار البهجة دايما دار البهجة اللي دايما راه يتوفر منتوجات الممتازة يعني انا مداريا نتعامل معهما شي هدي اول مرة من سنوات وانا دائما نتعامل معهم والله يبارك يعني ناس ما شاء الله يعني تقدروا تشيروا الحاجة على ضمان تناول وانتو ما تكونوا مهنيين هاي لكي التحلية اللي درتها في الفيديو اللي فات المهتمة تخياتي تشوف الوصفة في الفيديو اللي فات كي ما قلت لكم نميغو التليفون تعدال بهجة راهو خارج لكم على الشاشة هكدا يتطلبوا لا سوا حبيتوا للأشوال ولا حبيتوا الباتور افيقبول كل وحدة بشرا هي انتي غيسي وتانية خياتي راهو عندهم منتوجات بزاف بزاف في الصفحات تحهم تقدروا تدخلوا للصفحة تعضال بهجة هكدا يتشوفو لي بخدوي اللي راهو متوفرين عندهم وهنا خياتي جست غليت شوية عشي فلور درتو دخلوا شي خل وشوية عالملح هكدا يباش تنقصلوا شوية هديك الريحة وهنا جست ندير مرقع بيضا عندي شوية تعال بصل لها قدم سكرفج وعندي شوية تعال حميصة شوية زيت شوية ملح شوية فلكحل وشوية كركم ورشت عالقرفة بعد ما تغلى لي هدك الشي فلور وخليتو تقطر مليح مليح جست درت له شوية تعال البصل البصل وشنو هدك البصل لازم ما يكونش فيه كميات تعال ما باش ما ينحلناش درت كميات تعال فورمج ودرت تقريبا يعني ماشي مغير فم عمر مليح تعال فارينا قطعت شوية تعال معدنوس ما درت له بيض لاوالو جست خليتو هكدا على جنبو جست ندوزن هاد الدانداشي اللي راكو تشوفو فيه درت له شوية توابل خاصين بالداجات شوية ملح شيف الفل كحل شوية كركم وخلطهم مع بعداهم كي ما راكو تشوفو درتهم هكدا يا كويرات صغيرين عندي هنا شوية بيض وعندي شوية خبز مرش خلطها هاد الخبز المرحي وشوية طري Otto esse هنا جديدد الكويرا وبسطها شوية جزت درتها فالفارينا رمدتها كم رحلة اولى نرمدوها فالفارينا منبعد انزيدو نرمدوها داخل هاداك الخبز المرحي وجست قليدهم. هنا هديك المرقى بعد ما طابت لي هديك الحميصة ديالي جست درت هدوك لبولة تعفيون داشي تقدرو دوزنو تنجارت تعكم خياتي ديرو لها هكذا مرسو تعالجاج ولا مرسو تعالل حم هادا راهو اختياري ليك خوكات تتاوعنا جاو هاي لي نجوم عسلي نجوم من اروع ما يكون. واشنو كي تكونوا تقليف ليك خوكات تعكم خياتي لازم هديك النار تكون على غرضها يعني تكون هكذا يا نار قليلة باش هدوك ليك خوكات تتاوعنا يطيبو مليح مش يقال يشيطو ما يطيبو. هنا جست نقلي هاداك البوراك هادا البوراك يقعد هو الخراني كامل. هنا مدابية يقعد هكذا يسخون. انا من نوع تعال الناس اللي ما نحبش كامل ناكل هديك الماكلة الباردة. انا اخترت كنسقي لهم ليهم يعني الوائل والموسيو هكذا كنسقي لهم الشربة. انا حتى كنصلي باش نعود نسخن هديك شربة تاعي نرجحها تغلي باش نقدر ناكلها. سينولو كانت كن هكذا شوية فاترة او لا بردة شوية ما نقدرش ناكلها ما نستغلهاش. المهم رحت له هديك المرقة التاعي استلها شوية خامف خاش. وخليتها غلات غلية ولا زوج وهاوليك الطبق التاعي في شكله النهائي. خياتي خليت هديك شوية تاع المرقة ما حبيش نديرها كامل فوق هاداك الشيف لور على بلي بلي رايحة تتشرب هديك الكمية تاع المرقة. وهكذا كي تروحوا تاكلوه ما تصيبوه فيه والون. اجاب الاربي عند التقديم تحطو هديك المريقة وكل واحد ياخد هدوك للك خوكات ولا هدوك العجيجات راهوا رايح يدلها شوية تاع المريقة من الفوق. وهنا يا اخياتي جست نوري لكم هاد الانسامبل تاع المروع اللي من اروع ما يكون. نعاود نقول لكم في الواقع احسن من التصوير بألف مرة صراحة ممتاز 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 شباب بزاف بزاف. هاد الموديل هايل شوفوا عندنا هدك يعني نقولوا هاد الموديل جايين شوية دي كونتخاكتي عندنا هاد الاجوب اللي جاية راهي كما راكو تشوفوه ان فوغم جاية بتول وعندنا هادك البول اللي جاي بكوتون وعندنا صراحة اه انسامبل تحفة من اروع ما يكون. خياتي هاد الانسامبل اللي راكو تشوفو فيه راهو متوفر بسعر ربعمية وتمانينة لف يعني الجودة التاعو عالية والسعر التاعو ممتاز. راهم حواجي العيد الغلاء وبالكوا فيهم بصح هاد الانسامبل راهو سعر التاعو بزاف بزاف ممتاز كيما راكو تشوفو فيه خياتي هاد الانسامبل فيه عندنا هاد البيض وعندنا هاد الاجوب معندها تلت قطع بسعر ربعمية وتمانين الف آآ نمغوا التليفون لي تطلبوا منه هاد الانسامبل راهو خارج لكم على الشاشة نزيد نخلي لكم في صندوق الوصف خياتي الصفحة تاع الانستغرام ولا صفحة تاع الفيسبوك تانيت باش تقدروا تتواصلوا معاهم. فيه اللاج خياتي من عامين حتى العشر سنين. انا هادا مروا سبع سنين تمان سنين جاها كيما الخاتم كي نقول لكم جاها يهبل يهبل وتانيت خياتي للامانة والله العادي ما بل يمليح في التصوير كيما كان قدامي. عندنا هاد دوزيان موديل تاع الولاد. تخمو شوية في الولاد وشوية في البنات. عندنا هادا تانيت الانسامبل تلت قطع في هاد لافست. شوفوش ها شباخياتي. لونها ممتاز. تعرفوني انا كنشوف لح مر ما يقعد لعقل. لون تحها ممتاز. لافست تحها بزاف بزاف شبا كيما راكو تشوفو. عندها هادا كاتريكو لدخلاني. لقوس دوميمونش عندنا سروالجين. وعندنا هاد لافست لي راهيب وغدو كيما راكو تشوفو. هادا تانيت راهم توفر بالعمر تحها عامين. اربع سنين. ست سنين. تمنى سنين. وعشرة سنين. هاكده يا سيدات اللي ما يقدرواش يخرجوا ولا يتعدل عليها هاكده يا باش تقدر تشيري الحاجة. تقدر تاتصل. بنمغو التليفون اللي راهو خارج لها على الشاشة. هاكده يا يوصلوه لها لغاية باب المنزل. وحاجة بينها الدفعة راهو رايح يكون عند الاستيلام. هادا الانسامبل الثاني التالي الولادة راهم توفر بسعر ربعمية وثمانين الف. خياتي بزف بزف شابين. صراحة الجودة التحهم عالية. والسعر التحهم مناسب. انا راني كما نخلوه نخرج جزيزان قاورا نشوف الاسعار. راهم سما طلعين يعني بزف بزف الله المستعان. ربي يقدر هادا ما كان. خياتي هما لعندنا ادو موديل. واحد هداية على الولاد. والتاني تعالي بنات هاكده يتطلبوهم. نمغو التليفون اللي راهو خارج لكم على الشاشة. وان شاء الله خياتي ربي يقدركم كامل واتفرحوا اوليداتكم. مكملين خياتي في الفقرات ستع الفيديو التعنو مكملين في الفيديو المتنوع. ودكه هنا انجوزو نديرو شوية تعالي صالي بهاد العجينة المورقة. كما راكو تشوفو. را حكمتها بصدتها هاكده يا. حليتها شوية هاكده رقيقة. وراني انقطع فيها هادو ما حبيت نديرهم لميني بيتزا. اه درتهم في السنيوة. يعني عادي هاد العجينة المورقة سهلا. ولو اني شريتها يعني ما طيبتهاش في الدار. محسيتها ما راهيش هاديك لابونكاليتي تعالى العجينة المورقة. المهم سلكت وقتها. هنا حبيت ندير هاديك الفطيرة اللي تجي هكده يا شغل مدفورة. قطعتها بهاد الشكل اللي راكو تشوفو فيه. يعني نروحولها غير على الجوانب برق. درت لها هكده شوية صوستومات. ودرت لها كمية تعالجبن المبشور يعني كمية لبس عليها. وجهز كي ما راكو تشوفو نديرها في هاد الدفاير. يعني الشكل التحى يجي مميز. خياتي ماشي شرط هاد العجينة المورقة. انا راكي ما اقول وعطيت لكم الفكرة برك انتو ما تقدروا تديروا العجينة اللي مدارين ديروها. يعني ديراش حال من عجينة في القناة الخاصين بالبيتزا هكده يا اه شغل ديروا عجينة عادية ايلا ما تحبوش العجينة المورقة. انا واحدة من الناس والله ما عزيزة عالية بزاف. نحب هاديك العجينة تاع البيتزا اللي تجي هكده يا مخمرة. قعدت لي شوية منها. ايا قلت نديرها هكده ليمينيك خواصون يعني درت تشكيلة تاع المملحات هكده يا وحطيتهم في هاديك طابلة قلت احتى اللي ما خلاصوش في الفطور. مرجحهم يكلوا منهم شوية هكده يا في الصحور. يعني ليمينيك خواصون هادو ما مدارين ديروا الوصفات التحهم يعني انا شغل نفكر برك هكده يا الاخوات من الحاجات اللي مدارين ديروهم بلك تكون عندك عجينة تعبيتزا ولا تقدري بهذيك العجينة تديري شحن من شكل وتعمري هذيك الطابلة تاعك ولا تديري هذك 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 طبس اللي يكون مخلط من انواع تعال مملحات على بركم باللعين تاكل قبل الفم كيما ركو تشوفو خياتي درت هذيك دارت هذيك دارت حبيبات الجلجلان هكده يندخلوها للفرن العجينة المورقة خياتي منه واستحسن تكون هذك الفرن وتعمى سخون مليح مليح باش تطلع تتورقنه مليح مليح كيما ركو تشوفو هوليك شكل التاحة كيما قلت لكم مقبل انه هاد العجينة المورقة يعني ما عجبتنيش بزاف بزاف ولكن سلكت روحة هذي هي هوليك الشكل التاحة النهائي علش قلت لكم ما عجبتنيش بزاف بس كيما تطلعش هاد العجينة المورقة يعني شريتها بالعادة العجينة المورقة نشوفو هذك الطباقات كيما البغلاوة يعني انفوها تدخل للفرن نصيبو كامل هذك الطباقات بينين ولكن هذي قاعدت كيما هي قالت ما نتحركش كامل من بلاستي المهم خياتي مكملين في الفقرات التاعنا ومكملين في الفيديو المتنوع بتاعنا وما تنساوش كيما قلت لكم خياتي الصانو راهو حل اليوم السبت غانا حلين الصانو ورانا بدينا نشدو في غانديفو هنا هذي الباتيسي اللي جابوها للحباب وقال لهم انشاء الله ربي يجعلية متكم كامل حلوين انشاء الله حقكم في الجنة اللهم امين يا رب العالمين خياتي كما قلت لكم الصانو راهو حل ورانا بدينا نشدو غانديفو كيما قلت لكم ما تخلوش خياتي تقيقها الخرانية وتروح وتعرفوا تجارة ولي صالون وبالك تديرو حاجة بالجريه ما راهيش رايحة تجيكم ليحا يعني ما تقدرو في هاد الوقت تبدو اللي حبة تسبغ ولا اللي حبة صورتو دراري علاش تخلوهم لا ديغني اغمينوت باش تديرو لهم هذك الكيغاتين ولا ولا ولي وش راهو رايح ياخدو ما تاخدو حتى حاجة تقدرو منذك تبدو تبدو تديرو هو اللي في التعورة هو رايح يشد ست شهور كامل من هال الخراني اغتاع حاجة بغوشينج يعني حاجة خفية فابرك ما شيف لابخيسيون اللي تخلو روحكم تجارو باش تقعدو تديرو هاد الكاليمة شو اللا لكولاغ ولا على بل كوني صالون وش يقولو فيهم الله المستعان كامل من عارفو وش يقول لي في اللي صالون خياتي حبيت تاني تنقول مازلني نحوس على كولوغيست وحد اخرى اللي مهتم ما جاتني واحد الأخت واحد النهار وكان عندي هدف القلت لها يعني ولا تلي الخدمة في تليفون ولا يتسمع فيها منها مدابية تعود تولي خلت لي اني ميغو تليفون تحا قلت باش نعود نعيد لها وراح لي هادك تليفون يعني لا راهي تسمع فيها منها هي ولا واحد اخرى تقدر جوز عندي للصالون هكذا يا انشاء الله راهي رايحة تكون كي ما قولو من الجروب التاعي المهم خياتي الفيديو التاعي الحق للنهاية التاعي نقولكم مازلنا ديني بخوموسيون بتاع العيد الخاصة بالنيتو اياش دوبو وليد غافاسية لانا دينينها بخمسين بالمئة مرحبا بيكم كامل خياتي ان شاء الله هيكون عجبكم محتوى نمتنوات عنها اليوم نقول لكم سنوني في فيديو جديد كي ما قلت لكم خلووا لي في التعليقات وشنو هي الحلوة تاع العيد اللي انا لكم حابين نبدلكم بيها حق داية باش ندير البروغرام بتاعي ونبدأ التصوير توقيتك مليا قلوكم سهفتوركم و تبقى والا خيري و جوال خير توقيتك مليا قلوكم سهفتوركم 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 اشتركوا في القناة